هالطفل يهودي في أمريكا هالطفل يهودي في روسيا واسأله انت يا ابن يهودي يقولك اه قوله طيب يا حبيبي انت فتعود لصبت مين بعدما انت يهودي بقى عرفني تعود لصبت مين يقولك اعود الى مش مع صبت مش مع مثلا انا بدي امثله عشان ما اتوش مني نجيب من قول سيدنا ابراهيم في نص دقيقة سيدنا ابراهيم خلف اسماعيل واسحاق صح انبياء مظبوط اسحاق خلف ولديه مظبوط اللي هو اخه مين بقى اسحاق اخه اسماعيل من الاب صح طيب اسماعيل خلف كام هنقول بس بعد ما نخلص اسحاق اسحاق خلف ايه خلف بقى يعقوب وعيه سوف يبقى خلف ولدين يعقوب وعيه سوف يعقوب خلف ايه خلف اسنا عشرة صبتا اتناشر راجل وبنت خلف اتناشر راجل وبنت صح دائم يبقى احنا كده عرفنا بقى ايه فرع اسحاق نروح على فرع على فرع اسماعيل سيدنا اسماعيل خلف اثنى عشرة صبتا يعني اليهود مش همه الاصباط بس ايوه ونحن ايضا من الاصباط وانا بكرر بكرر انا على اتم الاستعدادي لكي اناظر العلماء من العرب ومن المصريين بما اقوله في نسب سيدنا ابراهيم ده انا راجل بقى لثمان سنين ولا بين سنتين ثمان سنين بقرة وسنتين بعمل في كتاب لابناء اسماعيل مش عارفة خلاص ده انا عملت كتاب دولة الرب في الماسونية والالفية السعيدة في خمستاشر يوم تعالوا بقى بالراحة كده اصل الحلقة دي اللي مش هيفهمها وهيركز ركز معايا اخويا انت وهو ركز معايا ست انت وهي ملعون ابو المسلسلات على الزفت احنا كلامنا واضح مسلسلات اي كلام بنضيع بها وقت لا بتقول معلومة ولا بتقول علم ولا بتقول زفت احنا بنقول علم ومعلومات وتاريخ وانساب وحواديد انت ما تعرفهاش ولا اللي كاتب المسلسل اللي انت بتتفرج عليه يا رفا اصلا ابتحدّو اصلا